السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثالث العددي إن شاء الله نكمل مع بعض شرح وحل كتاب المعاصر الوحدة العشرة طيب زي ما عملنا قبل كده وزي ما تعودنا تلاقيين يسايب لك في صندوق الوصف رابط الرابط ده موجود فيه شرح قاعدة الوحدة العشرة بالكامل وهتلاقي رابط تاني موجود فيه كلمات اليونت طيب نبدأ مع بعض شرح اسئلة يونت تان بتبدأ معايا بالدرسة أول والتاني السؤال الأول بيقول هنا قوة بتجذب الناس والأشياء إلى كوكب الأرض طيب ده تعريف مهم جدا القوة اللي بتجذب الناس والأشياء إلى كوكب الأرض دي بنسميها قوة الجاذبية طيب كلمة الجاذبية بقى دي اسمها جرافتي يبقى أول إجابة هنا أقول له جرافتي اللي هي الجاذبية طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا طيب بيقول الشخص خلي بالك بقى اللي بيدرس طالما قالك يدرس النجوم والكواكب اللي بيدرس ده شباب اسمه عالم فضاء طيب عالم الفضاء ده اسمه أسترونمر يبقى ده هو اللي بيدرس عالم الفضاء اللي بعده بيقول هنا طيب المعدة اللي انت بتستخدمها لكي يترى الاشياء البعيدة يعني المعدة اللي بتشوف بها الحاجة البعيدة دي اسمها التلسكوب يبقى ده تعرف ليه التلسكوب طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا خلي بالك برضو بيقول لك بقى الشخص اللي بيسافر الى الفضاء وانا شباب يسافر للفضاء ده بقى اللي هو رائد الفضاء ده يعني يبقى اللي بيسافر رائد الفضاء اما اللي بيدرس عالم الفضاء في فرق بينهم السؤال اللي بعده بيقول هنا الأماكن على الخريطة بتبدو قريبة ولكن في الحقيقة بقى هي بعيدة طيب هو هنا عايز حاجة عكس كلمة قريبة الأماكن على الخريطة بين عليها قريبة ولكنها في الحقيقة بعيدة كلمة بعيد دي اسمها ريموت السؤال اللي بعده بيقول هنا طيب نقدر اننا نحط بادئة ايه لكي نحصل على عكس او مضاد كلمة opposite يعني عكس او مضاد كلمة popular بحط لها في الاول علشان اجيب عكسها فتبقى الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا طيب هنا بيقول اللاحقة اللي بتديني الاسم من كلمة collect collect يعني يجمع بحطولها في الاخر هنا علشان تتحول الى الاسم بقى اللي هو collection فالاجابة هنا اللي بعده بيقول هنا بعد كده بيقول بيسأل بقى بيقول ان جليليو لم يخترع التليسكوب ولكن هو طوره حسنه يعني ده معناه ان هو عمل في ايه طبعا حسنه يبقى هو جعله افضل يبقى له هنا فالاجابة هنا هتبقى اللي هي هو يعني جعله افضل طيب بعد كده بيقول بيسأل بقى الفعل بيقول ان مستر كامل تقاعد عن العمل السنة اللي فاتت بسبب السن طيب الفعل ده معناه تقاعدة طيب هنا بيسألك كلمة تقاعد بتساوي توقف عن العمل اللي هي اللي هو طلع معاش يعني توقف عن العمل واللي بعده بيسأل بقى الفعل طيب بيقول ان القمر بيتحرك وبيدور حول الارض بيسألك كلمة في الجملة معناها ايه طبعا قلنا ده معناها اللي هو برضو بيدور حول الارض فالاجابة هنا هتبقى طيب بعد كده بيقول هنا عايز يقول ان افضل الكاميرات هي اللي بيكون عندها عايز يقول عدسة جيدة جدا بتسمح بكمية ضوء صحيحة طيب كلمة عدسة دي اسمها لنس فاقوله هنا عدسة كويسة السؤال اللي بعده نكمل مع بعض بيقول هنا عايز يقول نظامنا الشمسي بيحتوي على او بيشتمل على الشمس وتمن كواكب طيب النظام الشمسي ده اسمه فالاجابة هنا سولار واللي بعده بيقول هنا خلي بيقول الشخص اللي بيدرس شيء بعناية طبعا ده اسمه باحث كلمة باحث اللي هي ريسيرشر فاقوله هنا ريسيرشر واللي بعده بيقول طيب تعريف ليه محطة الفضائية بيقول ان هي مركبة فضائية كبيرة الناس تقدر انها تعيش وتشتغل فيها ده تعريف ليه اللي هي المحطة الفضائية فاقوله هنا واللي بعده بيقول تقدر انك تكون خلي بالك الحال او الظرف من الصفة بانك تضف لها في النهاية ايه طبعا بتحط في الاخر هنا طبعا ما عايز حال بتحط عشان تبقى اللي هي الحال منها يعني اللي بعده نقط احنا بنضيف اللاحقة ايه علشان نحصل على الصفة من كلمة ايطالي طبعا نحط في الاخر هنا عشان تتحول الى اللي هو يعني بيقول انا ما كنتش في النادي حديثا او مؤخرا بيسألك بقى كلمة مؤخرا او حديثا اقدر استبدلها بكلمة ايه هنا عايز حاجة بتسويها اللي بيسويها كلمة ليتلي لها نفس المعنى برضو واللي بعده بيقول هنا بيسأل بقى بيقول بقول المدير رتب كل حاجة قبل الاجتماع ده معناه ان كل حاجة او كل شيء كان عايزه الجاهز بقى اللي هي كل شيء كان مجهز يعني الصفحة اللي بعد كده نيكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا في 1608 بعد كده بيقول طيب بيقول لك في سنة 1608 التليسكوب تم اختراعه ده معناه بقى ان هو عايزه كان مصمم في هذه السنة تم اختراعه في هذا العام يبقى تم تصميمه اللي هي طبعا طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا يلا بينا ناخد يعني عايزه الرحلة بالقارنة طبعا دي اسمها رحلة بالقارب في الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيبدأ يمرني على سؤال مهم جدا وهو سؤال المحادسة واهم كلمات الوحدة العشرة السؤال الاول بيقول هنا طيب هنا بيسأل بيقول ايه يعني اللي ايمان رجب كان مهتم بيه كان مهتم بيه يعني قاله في الاجابة بيقول ان هو دايما كان مهتم بيه عايزك بقى تكتب هنا علم الفضاء طيب علم الفضاء ده اسمه يبقى اول اجابة هنا رقم واحد هنكتب فيها خلي بالك السؤال ده ما بيجيش في المتحان بالشكل ده ولكن هنا هو بيمرنك على اهم الكلمات بقى الاجابة بعد كده بيقول عايز هنا كلمة يتخرج تخرج منين يعني قاله هو تخرج من جامعة اسوان طيب خلي بيلك بقى الفعل هنا جاي في الماضي ولكن فيه يبقى هتكتب الفعل في المصدر اللي هو يعني يتخرج يبقى هنا رقم اتنين هقول الاجابة اللي بعده بيقول هنا بيسأل سؤال بتعملي دلوقتي قال له في الاجابة بيشتغل فين يعني قال له هو باحث في جامعة في فنلندا طيب كلمة باحث بقى دي اسمها يبقى هنا مطلوب منك انك تكتب اهم الكلمات وزي ما قلت لك السؤال ده ما بيجيش بالشكل ده ابدا في الامتحان يبقى اخر حاجة طيب نيجي بعد كده على السؤال المهم جدا واللي بيجي طبعا في الامتحان وهو طبعا سؤال الدالج سؤال المحادسة خلي بالك بقى السؤال ده سؤال مهم جدا وبيجي في الامتحان زي ما اتفقنا اهم حاجة طبعا انك انت تقرأ المحادسة يكون لها على مهلك والترجمها قبل ما تحق دلوقتي هنشوف المحادسة بتاعتنا هنا اي بيكلم بيو بيقول له هل انا اقدر اسألك بعض الاسئلة طبعا ده سؤال اجابته ثابتة كده هتقول له كل دي اجابة صح بتقول لها يعني ممكن اسألك يعولة بعض الاسئلة فقعت لها يس وقعت لها ايوة يعني بالطبع طيب اول سؤال بقى سألته كان اجابته بتقول له في الاجابة ان اي من رجب ده عالم مصري واللي يعني مهتم بيه علوم الفضاء طيب اكيد هنا بتسأل عن اي من رجب طب هسأل عنه ازاي ممكن اقول كده بكل بساطة من هو اي من رجب خلاص كده طيب من للعقل تي اسماه فاستخدم نفس الفان المساهد اللي هو وهكتب بقى اللي انا بسأل عليه اللي هو اي من رجب يبقى رقم اتنين ممكن نقول هو از اي من رجب يعني مين هو بقى اي من رجب طبعا ده رقم اتنين سؤال طيب بعد كده رقم تلاتة سؤال كمان كانت اجابته هو يعني من قرية في لقصر يبقى بتسأل عن المكان لما اجاب اسأل عن المكان بسأل بيه عايزة اسأل بقى اقول هو منين فاقول هنا وير ابدا ان هستخدم نفس الفان المساهد اللي هو از ابدا الفاعل او اقول هي مثلا بسأل هنا عن اي من رجب فاقول هو منين بعد كده بتسأل وتقول طيب هنا بتسأل هو اتخرج منين طيب كامل عشان تعرف الحاجة رد بعد كده وقال اللي هي الهندسة يبقى هو اتخرج من كلية الهندسة هتقولها ازاي هتحط الزمن في الماضي عشان في السؤال هتقول يعني هو اتخرج من كلية الهندسة تخرج من الهندسة قال له في الاجابة بردد الكلام يعني وقال هو بيشتغل فين دلوقتي طيب هو قال لي واخنا بنقرأ من شوية ان هو باحث في جامعة في فنلندا هو بيسأل عن المكان فممكن اقول له مثلا وقول له مثلا على طول كده اقول له ان هو بيعمل في جامعة في طبعا فنلندا يبقى الاجابة هنا رقم خمسة يعني شغال في جامعة في فنلندا الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا جزء الاسئلة الخاصة بالقواعد طيب زي ما قلت لك هتلاقيني سايب لك في صندوق الوصف رابط موجود فيه شرح قاعدة المضارع التام والمضارع التام المستمر نبدأ مع بعض شرح اسئلة القاعدة السؤال الاول بيقول هنا طيب خلي بالك بقى ده سؤال عندي هنا هاو والتصريف التالت قلنا هاو يبقى ده زمان مضارع تام طيب السؤال في المضارع التام يا شباب ما بستخدمش فيه فتكر كده قلنا في المضارع التام لن بجأسأل بستخدم عايز يقول يعني هل انت عمرك سوء تعربية فالاجابة هنا الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض شرح اسئلة القاعد السؤال الاول بيقول هنا طيب هنا هايز يقول انا زرت هذا المطعم ثلاث مرات هذا الاسبوع خلي بقى لك بقى تكرار عدد المرات لما يقول لك يبقى ده مضارع تام مضارع تام بقى هاو هاز والتصريف التالت طيب اي هنا بيجي معاه هاو يبقى اول اجابة هقول اي هاو والتصريف التالت لو الفعل منتظم بحط في الاخر اي دي يبقى اقول له هنا اي هاف فيزيتد دي اول اجابة السؤال اللي بقى بيقول هنا برضو دي سهلة جدا انا عندي هنا هاز وجاي بعدها نيفر يبقى ده طبعا مضارع تام المضارع التام يا شباب زي ما تعودنا الفعل بيجي فيه التصريف التالت التصريف التالت الفعل هنا غير منتظم التصريف التالت منه اللي هو يبقى اقول له هاز نيفر دريفن اكار واللي بعده بيقول هنا طيب خلي بالك بقى من حاجة مهمة عايز يقول ان مونة يعني بتعمل الواجب لمدة ساعتين خلي بالك بقولك هي لم تنيهي حتى الان طالما قال لك يبقى ده اسمه مضارع تام مستمر لسا مستمرة في عمل الواجب يبقى مضارع تام مستمر قاعدته بقى هاز او هف بن والفعل مضاف له اي ان جي لازم تحفظ القاعدة طيب مونة مفرد يبقى نقول هاز او بعدين هنجيب بن او بن الحسب القاعدة او بعدين نقول دوينج خلي بالك هاز بن دوينج دي كده رقم اربعة هاز بن دوينج طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا دي سهلة جدا ده سؤال في المضارع التام المستمر لانه جايب لك هف وجايب لك بن كلمة بن ممكن تقولها بن او بين النقط ان صح فانت هنا هتحط الفعل اخره اي ان جي سمع هاف بن دوينج واللي بعده هاف يو افر نوعات اتليسكوب طيب برضو ده سؤال بس هنا مضارع تام بقى هف و افر يبقى ده مضارع تام مضارع تام يبقى الفعل في التصريف التالت التصريف التالت الفعل اخره اي دي فتقول هنا سهلة كده اللي بعده بيقول هنا برضو نفس الكلام ده سؤال عندي هاف وعندي بن وقاب لي فعل في المصدر هاف بن بيجي وراها الفعل وضف له اي ان جي والحدث ده اسمه مضارع تام مستمر اسمها هاف يو بن دريمينج الفعل هنا اخره اي ان جي واللي بعده بيقول لي اي نقط بيسأل سؤال طيب انا عندي كلمة بي فور الحدث هنا مضارع تام مضارع تام يبقى عايز انفي بقى افتكر مضارع تام منفي يبقى هاف وبعدين نقط وبعدين الفعل في التصريف التالت هقول له هافنت والتصريف التالت من بي اللي هو بن بي هنا بجيب التصريف التالت منها يبقى واللي بعده بيقول لي احمد نقط طيب نفس الكلام برضو تكرار عدد مرات بيقول لك احمد قرأ تلت كتب قلنا عدد يبقى مضارع تام مضارع تام اعمل ايه اجيب هاز او هاف على حسب الفعل احمد هنا فعل مفرد بيبقى تقول هاز واتجيب التصريف التالت من ريد اللي هو ريد هو هو كده بس بنقول هاز ريد قرأه بعد كده بيقول لي يونس نقط اه خلي بالك في فرق بين الجملتين هنا بقى يونس ما زال بيقرأ الكتاب طالما قال لك مازال يبقى هنا الحدث لسه مستمر مضارع تام مستمر يبقى هنا عايز بقى اقول ايه يونس هقول هاز بين ريد في فرق بين الجملتين الجملة الاولى مضارع تام عادي الجملة التانية رقم عشرة دي اجابتها هاز بين وحط الفعل اي ان جي هاز بين ريد هو ما زال بيقرأ الكتاب ده طبعا مضارع تام مستمر يبقى عشرة هاز بين بريدنج اللي بعده بيقول هنا سلمة هاز بين ستدينج ان الفاروك سكول مواط توني سيرتين طيب سهلة جدا دي الحدث هنا مضارع تام مستمر هاز بين ستدينج طيب اللي بيجي بعدها السنة ما ينفعش اقول قبلها فور بداية حدث هشباب يبقى قول سينس فور بيجي وراها مدة زمنية اما سينس بيجي وراها بداية حدث واللي بعده بيقول هاز نقاط طيب واضحة كده ده مضارع تام طيب انا عايز هنا فعل في التصريف التالت فعله منتظم هجيب منه التصريف التالت اللي هو اخره يبقى هاز كرييتد هازم يعني اخترع او ابتكر تطبيق بالفعل اللي بعده بيقول ندا هاز نقاط طيب برضو ده مضارع تام بس خلي بالك بقى احنا قلنا شباب بتيجي الاول وبعدين الفعل في التصريف التالت يبقى الصح انك تزبط الجملة تقول له هاز وبعدين تصريف التالت من وين لازم تبقى حافظه اللي هو طبعا يبقى اللي اجابة هنا يبقى هنا ندا بالفعل فازت بالمدالية بعد كده بيقول نسمونا هاز نقاط تيشينج انجلش سينس تو ساوزند وان خلي بالك برضو ده مضارع تام مستمر هنا جايب لك هاز وبعد النقاط وبعدين الفعل مضاف له يبقى اللي نقص بقى ايه اسمها هاز بين تيشينج فانت هنا هتجيب تكملة القعدة بس هاز بين تيشينج بعد كده طيب نفس الكلام وجيب لك فعله في المصدر هتحط له انت قعدة دي اسمها مضارع تام مستمر بتتكون من والفعل مضاف له يبقى واللي بعده نقاط خلي بالك بقى اهير دي لمدة سنة هو دي اسمها مدة زمنية محددة يبقى لك ايه وبعدين سنة يبقى تقول لي فور اما سنس بيجي ورها بداية حدث الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض الجزء التاني من القعدة بيكون عندنا اسئلة رابط الماضي التام والماضي البسيط طيب زي ما قلت لك القعدة الموجودة عندك في صندوق الوصف نبدأ مع بعض شرح اسئلة القعدة السؤال الاول بيقول هنا طيب خلي بالك بقى هو بيقول انا لم ارسل التقرير كلمة معناها حتى دي رابط مهم جدا الرابط ده شباب لما بيجي قبله ماضي بسيط منفي لازم ييجي بعده ماضي تام خلاص كده طيب ايبقى انت بتحفظ الرابط وبتعرف الزمن الموجود ماضي بسيط منفي والزمن التاني ماضي التام طيب الماضي التام بتكون من ايه هاد والتصريف التالت بكل بساطة كده هتقول اي هاد والتصريف التالت لو فعل منتظم بنحط في الاخر كلمة ده فعل منتظم هيكون اخره يبقى طيب ايه اللي بعده بيقول هنا نقط نفس الكلام برضو ده سؤال اهم حاجة حدد الرابط كلمة ده رابط بيربط الماضي التام بالماضي البسيط بيجي بعده ماضي بسيط يبقى بيجي قبله ماضي تام لا بسهلا طيب ماضي تام يا مستر هو هنا بديك الفعل في التصريف التالت يبقى هتسأل بس بهاد هتقول هاد هل يعني انت انهيت وجبك قبل ما تروح السينما اللي بعده بيقول هنا خلي بالك علشان تعرف تحل على القاعدة دي دايما حط عينك على الرابط وبعد كده شوف الجملة اللي جاية سليمة الزمن بتاعها ايه دي ماضي بسيط دي الجملة السليمة يبقى التاني ماضي تام على طول لان الرابط دي بتربط بين الزمنين دول بس ماضي بسيط و ماضي تام سهلا كده يبقى after I had والتصريف التالت من have had يبقى الاجابة هتبقى had had بعد أنا ما تناولت الغداء had اللي بعده I had نقط I started طيب نفس الكلام برضه هو هنا جايب لي ماضي تام وبعد النقط ماضي بسيط after ما بيجيش وراها ماضي بسيط اللي بيجي بعدها ماضي بسيط هي كلمة خلاص شباب يبقى قلوا هنا أنا نضفت الغرفة قبل ما طبعا ابدأ الدراسة لقي من الحدث الاقدم هو الماضي التام بعد كده as soon as نها نقط she slept طيب كلمة as soon as دي برضو رابط معناها بمجرد بيجي بعد منه ماضي تام الجملة التانية بيجي ماضي بسيط she slept موجودة عندي يبقى أنا عايز ماضي تام الماضي التام بتكون من ايه had والتصريف التالت يبقى الاجابة هنا رقم خمسة هقول له had والتصريف التالت من watch اللي هو watched فعلا منتظم هيكون اخره ايه دي يبقى had watched should اللي بعده بيقول هنا i went the club after i not my work بيقول أنا ذهبت الى النادي بعد ما انهيت وجبي خلي بالك بقى after بيجي قبلها ماضي بسيط وبعدها ماضي تام عايز اجيب ماضي تام اعمل ايه اقول had والتصريف التالت من finish اللي هو finished ده فعلا منتظم فيكون اخره ايه دي يبقى الاجابة هنا i had finished اللي بعده بيقول هنا رامي نقط his room before he started studying طيب برضو عندي هنا الرابط اللي هو before جاي بعد منه he started ده ماضي بسيط يجي قبل منه ماضي تام الماضي التام هو الحدث الاقدم يبقى رامي عايز اقول ان هو رتب غرفته يبقى قوله هنا had والتصريف التالت من tidy tidied رتب قطه يعني قبل ما يذاكر يبقى had tidied واللي بعده بيقول how many people نقط on the moon by the end of the twenty century طيب كم عدد الناس اللي مشوا على القمر خلي بيلك boy وراها مدة زمنية يبقى ده ماضي تام مشوا على القمر بحلول نهاية القرن العشرين يبقى ده ماضي تام ماضي تام اعمل ايه had والتصريف التالت يبقى انت هتكتب had وكلمة waged هو جايبها لك اصلا في التصريف التالت هتقول له had ووaged اخذها i-d بعده كده بيقول i hadn't been to kareem's house since he noot ايتياله نفس الكلام برضو انا عند الرابط اللي هو sense دايما بيجي بعده ماضي بسيط جملة ماضي بسيط سواء بقى قبل منه مضارع تام او ماضي تام طيب ماضي بسيط يبقى painted خلاص منذ انه يعني دهنه يبقى له painted الفعل اخره i-d واللي بعده بيقول هنا فاطمة never heard before she went to rum طيب نفس الكلام لما يكون عندك رابط حدده before جاي بعدها ماضي بسيط بيجي قبلها ماضي تام طيب الماضي التام بيكون ازاي had وهو جايب لك اصلا الفعل في التصريف التالت فانت هنا بس هتكتب had مش haz بعده بيقول هنا we not a taxi to the beach because the bus had already left نفس الكلام عايز يقول له احنا اخذنا taxi الى الشاطئ because بسبب كلمة بسبب او كلمة because ده رابط مهم جدا برضو بيجي بعده ماضي تام وقبله ماضي بسيط بسبب ان الاتوبيس فعلا غادر طيب انا عايز هنا ماضي بسيط الماضي من take talk لازم تكون حافظه ده فعل غير منتظم بعد كده بيقول هنا after ندى نقاط the food her visitors arrived خلي بالك بقى عايز يقول بعد ده رابط ندى ما طبخت الزوار وصله طيب الحدث الاقدم ماضي تام after اصلا بيجي بعدها ماضي تام ماضي تام بيكون مكون من ايه had والتصريف التالت وهو جايب لك في الجملة التانية ماضي بسيط اللعبة سهلة ماضي تام ماضي بسيط بhad cooked اللي بعده بيقول هنا before معاط to the radio علي had done his homework طيب نفس الكلام برضو كلمة before بيجي وراها ماضي بسيط طيب ماذا ماضي بسيط مستر خلي بالك في تركاه هنا مهم جدا before او افتر لو مجاش بعدها فاعل على طول بتستخدم الفاعل لمضاف له خلي بالك كده كلمة before هنا مفيش بعدها اي ولا هي ولا مونة ولا اي فاعل يبقى على طول تحط الفاعل لمضاف له قاعدة بتقول كده شباب before اذا مجاش بعدها فاعل تستخدم بعدها الفاعل لمضاف له والجملة التانية بتكون ماضي تام عادي يبقى واللي بعده طيب انا عندي هنا رابط مهم اللي هو طيب معناها بمجرد وبيجي بعدها ماضي تام وبيجي قبلها ماضي بسيط هو جايب لك ماضي بسيط يبقى انت تجيب ماضي تام اللي هو والتصرف التالت من سي اللي هو يبقى بمجرد ما قرأت الكلب طيب نفس الكلام ده رابط احنا عارفين انه بيجي وراء ماضي بسيط والجملة التانية جاية ماضي تام طيب عايز هنا ماضي بسيط الماضي من اللي هو طبعا يبقى قوله يبقى هنا صفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما تعودنا بيكون في عندنا على الدرس الاول والتاني واللي بيبدأ معايا بسؤال مهم جدا وهو سؤال ده لك سؤال المحادسة طبعا اهم حاجة انك تقرن المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل وخلي بالك السطر ده مهم جدا بيعرفك المحادسة كلها بتتكلم عن ايه طيب المحادسة بتاعتنا بيقول هنا عاطف بيتكلم مع سائح عن زيارته الى مصر طيب خلينا نشوف كده عاطف بيكلم السائح وبيرحب بيقول له هلو بيسأله بيقول له هنا هل دي بقى زيارتك الاولى لمصر طبعا انا ما عرفش لازم اكمل علشان اعرف السائح هنا بيرد التحية وبيقول له حاجة وبيكمل انا جيت الى هنا مع زوجتي قبل كده يبقى واضح ان دي مش زيارته الاولى فاول اجابة هنا هيقول له وزي ما تعودنا بقى وهنعكس وبعدين ازنت يبقى اول اجابة لا يعني مش زيارتي الاولى طيب بعد كده عاطف سأله سؤال كمان كان اجابته ان السائح قال له بيقول له يعني انا اتيت من ايرلندا يبقى هنا خلي بالك بيسأل عن المكان انت جيت منين يعني طيب هيسأل هنا بي هيقول هنا وبعدين هستخدم دو فعل مساعد لان كام جاي في المصدر فاقول يعني انت اتيت منين يبقى هنا رقم اتنين قال له طبعا ايرلندا طيب بعد كده عاطف سأله سؤال كمان كان اجابته انا هاعد في مصر خلي بالك بقى لمدة اسبوعين يبقى بيسأل عن المدة الزمنية طيب المدة الزمنية بسأل عنها يبقى هنا هيقول له الفعل المشاهدة هستخدمه هو كلمة بجيبها من الاجابة فاقول له عايز يقول له يعني كامل المدة الزمنية اللي انت هتعودها في مصر يبقى رقم تلاتة قال له يعني هاعد لمدة اسبوعين طيب بعد كده عاطف قال له ايه المدن اللي انت هتزورها طيب انا هنا ما اعرفش لازم اكمل علشان اعرف قال له حاجة بعد كده قال له دي اماكن شيقة جدا للزيارة يبقى هو هنا هيروح فين اسوان والأسر سهلا كده فرقم اربعة هيقول له ممكن اقول لاجابة كاملة بقى انا يعني هزهب الى زيارة اسوان والأسر طيب حد بقول له مستر رنواني كتبت على طول اسوان والأسر برضو اختغطي الدرجة كاملة ما فيش اي مشكلة يبقى رقم اربعة الاماكن اللي هو هيزورها طيب في النهاية طبعا بيقول له اتمنى لك زيارة ممتعة فاكيد في الاخر هيشكره هيقول له طبعا الهياني شكرا لك يبقى اخر حاجة هتكتب فيها كلمة شكرا لك طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا سؤال مهم جدا وهو سؤال تكملت النص طيب زي ما تعودنا السؤال ده هو عبارة عن نص صغير النص ده بتقراك كويس جدا وبترجمه على مهلك وبيدي لك فوق هنا ست كلمات من خلال الكلمات دي بتختار اربع كلمات تكمل بهم الفراغات اللي قدامك نبدأ مع بعض النص بتاعنا بيقول هنا بيقول ان الفضاء لم يعد سر كبير ما بقاش سر يعني بيكمل وبيقول العلماء نقط بيقول ان العلماء عايزوا يعني ان هما بيحاولوا ان يكتشفوا اكتر واكتر عن الفضاء خلي بالك بقى من حاجة هما لسه بيحاولوا لغاية دلوقتي فالحدث هنا يعتبر مضارع تام مستمر طيب الفعل هنا اخره فهنا اقول له طيب يبقى اول اجابة عندي هتبقى بعد كده بيكمل وبيقول في الماضي في الماضي بيقول ان طبعا ده اول رائد فضاء مشي على القمر احنا قلنا من شوية اللي بيسافر الى الفضاء ده اسمه رائد فضاء يبقى هنا رقم اتنين هنختار كلمة اللي هو يعني رائد الفضاء فعش اقول عالم فضاء عالم فضاء ده اللي بيدرس تحت على الارض اما اللي بيسافر بيقول طيب وفي سنة عايز يقول بقى اول مركبة فضاء عالمية طبعا زهبت الى الفضاء طيب عايز اكمل بقى مركبة فضاء او محطة فضاء ده اسمها طبعا سبيس ستيشن يبقى دي رقم تلاتة بيكمل بيقول احنا بقى هنا بنتوقع ان العلماء عايز يقول ان هم يعملوا او يصنعوا انجازات اكتر يبقى هنا يبقى اخر حاجة راجع معا الاجابات التاني كده اول اجابة رقم واحد هتبقى ورقم اتنين قلنا هتبقى ورقم تلاتة هتبقى واخر حاجة رقم اربعة هتبقى طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا سؤال اختياري نبدأ مع بعض السؤال الاول بيقول هنا احنا قلنا ان سنننم يعني معنى او مراضف كلمة true يعني صحيح او حقيقي بتساوي كلمة correct لنفس المعنى واللي بعده بيقول هنا طيب بيقول هنا ان يعني الخبير او الدارس لعلوم الفضاء ده بنسمي طبعا اللي هو عالم الفضاء واللي بعده بيقول هنا علشان نكون الاسم او اسم الشخص من كلمة invent يعني يخترع بنضف لها صوفيكس طيب عشان اجيب بقى المخترع نفسه بحط or فاقول هنا inventor اللي هو اسم الشخص يعني من يخترع الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا طيب بيقول هنا الشخص يعني اللي بيدرس شيء ما بيعناية طبعا اسمه باحث باحث اللي هي researcher بقول الاجابة researcher اللي بعده بيقول هنا طيب بيقول ان هو بيكون الكاتب لهذه الرواية ده معنى ان هو كاتب يعني مؤلف مؤلف دي اسمها author فهو هنا المؤلف اللي هي author بعده كده بيقول بيسأل بقى بيقول كلمة organized بيقول ان بابا جهز او رتب عربية عشان يقابلني في المطار طيب كلمة organized اللي هي معنى نظم او رتب دي بتساوي عندي كلمة arrange اللي هي معنى يرتب برضو فاقوله هنا arranged طيب بعد كده بيكون في عندنا سؤال مهم جدا هو سؤال correct السؤال الاول بيقول هنا four three years I know the french language طيب عايز يقول لمدة تلات سنوات انا تعلمت اللغة الفرنسية طيب احنا قلنا ان كلمة for وراها مدة زمنية يبقى ده مضارعة تام مضارعة تام بقى يبقى اقول له have والتصريف التالت من learn ده فعلا غير منتظم ممكن اقول له learned اخرها e d او اقول اخرها t لتنين صحة اللي بعده بيقول هنا we not out for a walk after we had finished our homework خلي بالات برضو انا عندي هنا رابط مهم اللي هو after قلنا الرابط ده بيجي بعد منه ماضي تام وقبل منه ماضي بسيط عايز يقول يعني احنا خرجنا للتمشية يبقى اقول we went out for يبقى هنا ماضي بسيط اللي هي went واللي بعده before طيب عايز يقول برضو قبل ما زور صاحبي انا اشترت له هداية قيمة طيب before قلنا يا شباب عايز وراها ماضي بسيط طيب خلي بالك بقى ما فيش هنا فاعل في الجملة تجري التركيز الصعبة دي before لما ما بيجيش بعدها فاعل بحط الفاعل اخره ing على طول تاني كده في قاعدة بتقول ان before او after لو ما فيش بعدها فاعل بيجي بعدها الفاعل ما ضف له ing يبقى هنا بعد زيارة كزا يقول هنا خلي بالك برضو بيقول لك هنا هي مازالت تعمل هنا طيب ما ما زال يبقى ده مضارع تان مستمر مضارع تان مستمر يبقى شي هيجوع راه has وبعد ان been وبعد ان فعل مضاف له ing فالاجابة هنا تبقى has been working على الاس كده مضارع تان مستمر تكوينه has been والفعل مضاف له ing has been working اللي بعده بيقول هنا we have been waiting for rami he not yet طيب نفس الكلام ده كده مضارع تان مستمر هنا عايز يقول هي حتى الان يبقى هو لم يصل حتى الان محتاج هنا مضارع تان مانفي بقى مضارع تان مانفي هقولها ازاي هقول هي hasn't والتصريف التاني اللي هو صرف التالت اللي هو arrived يبقى هنا hasn't arrived لم يصل حتى الان بعد كده بيكون في عندنا سؤال زي ما قلنا ان شاء الله السؤال ده مجاب عنه في نهاية الكتاب ولكن ان شاء الله يكون فيه مذكرة خاصة به تالت عدادة قريب جدا هتنزل بسيغة بدي اف كل عليك بقى انك انت هتحمل المذكرة دي ومن خلالها تبدأ تذاكر اهم الموضوعات اللي موجودة في المنهج